دكتور إيهاب حنفي المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات أتأكد أنه تم تحديد عدد من المناطق اللي حيتم تطويرها وحتشمل 357 منطقة حتى تضمن 240 ألف وحدة سكانية تكلفتهم الإجمالية 40 مليار جنيه مصري قال كمان أنه تم تطوير 312 منطقة لحد دلوقتي بإجمالي 190 ألف وحدة سكانية وتم رصد 1100 سوء عشوائي وغير مخطط